اجتماعات متكررة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية ومدير الأمن الوطني وأمر الحرص الوطني والشغل الشاغل هو تطبيق القانون والقضاء على المظاهر المخلة في أسحات العامة ووسائل النقل ضد الجريمة خاصة النشل والسرقة والاعتداء بالعنف شديد على المواطنين حملة كبيرة نهاية هذا الأسبوع رصدنا البعض منها لشرطة النجدة نشاهد ونعود للنقاس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تونس رغم تتالي الأزمات فيها أزمات اقتصادية سياسية تبقى نقطة الضوء هو العمل بتاع الوحدات العسكرية والأمنية في كل الفترات احكينا برشا على ضبط القانون والتصدي للجريمة المنظمة وكنت تبعت رئيس الجمهورية في أكثر من اجتمام مع وزير الداخلية مع مدير الأمن الوطني أمر الحرص الوطني وكل الكلام كان منصب في إطار التصدي للمخدرات، التصدي للنشل، التصدي للعنف لغزاء الشارع متاعنا حماية المؤسسات التربوية، وكنت أنتم لاحظتم في كامل مناطق الجمهورية تقريبا بدون خلاف فما حملات أمنية منظمة لوحدات الحرص الوطني، لوحدات الأمن الوطني بمختلف الأسلاك متاحة لتنفيذ التعليمات الرئاسية ولتحسين النتائج متاع التصدي للجريمة خاصة المنظمة اليوم نحن نواكب واحدة من العمليات الخاصة بشرطة النجدة معززة بوحدات أمنية أخرى حاملة للزي النظامي أو بالزي المدني خاصة في النقاط السوداء ونقاط اللي تتواجد فيها مجموعات كبيرة من المواطنين خاصة في الفترة المسائية سيء العش شكرا سيء محمد، المقدم محمد العشت رئيس دارة فرعية تدخلات والنجدة بإدارة شرط النجدة بالإدارة عامة للأمن العموم نشكركم سيء محمد على المواقبة بتاعكم، أنتم والسيد المشاهدين الكل بالنسبة للحملة هذه حاملة أمنية هاتفة تندرج أبار العمل اليومي والدؤوب اللي مواصلته إدارة شرط النجدة وكافة الإدارات التابعة لإدارة عامة للأمن العمومي والإدارة عامة للأحدات الدخل بالإدارة عامة للأمن الوطني المواصلين في البرنامج هذي بالنسبة للحملة اليوم على خلاف الحملات السابقة هي حملة تمت دراسة مسبقة في الغرض دراسة هذه تبنيت أولاً على المجالس الأمن المحلية اللي مشكورين زملائنا في المناطق الأمن الوطني وأقاليم الأمن الوطني اللي في نطاق الشراكة والسياسة اللي تنتهجها الوزارة بتعليمات السيد وزير رأسا اللي هي تشريك نقوله وحنا معتها الرجالات الأحياء في توجيه نقوله معتها إعطاء توجيهات نقوله وحنا البلايس اللي فيها تشكيات بطبيعة ثم وحدات اختصاص تشوف معتها وتدرس الأماكن هذه ومن بعد بطبيعة يتم معالجتها بزو الصرق اللي هي الدور الوقائي كما ترى وحدات نظامية سوى كان معتها مترجلة ولا دورية راكبة ولا دورية دراجية كيف كيف عنا الدور الزاجري كما شفتوا اليوم ووكبت معنا ثم نتائج محقة طيبة وطيبة جدا زملائنا كيف كيف في مصلحة مكافحة الناجد ومصلحة المتابعة الميدانية بإدارة شرط الناجدة اللي يعملوا بالزيل المدني كيف كيف في نطاق اختصاصهم مكافحة الضمية جميع الظواهر المخلب العام العام خاصة السرقات بمختلف أنواحها كذلك الظهر ترويج المخدرات جروس المدوسي محمد بالنسبة للحملة متاع اليوم مع تمشينا بالبهي في وسائل النقل العمومي والمحيط القريب منها كذلك أخذينا اليوم مسالك متاع مغادرة التلامذة بتاعنا والطلاب متاعنا مش يروحوا في أمان أمن وأمان الحمد لله ربي وفقنا ربي لأن حقنا نتائج جد طيبة هذيا ما ينكرش اللي احنا عنا نتائج قبل طيبة محققة في المجال هذيا أما دي مساعيين باش نحصنوا وباش نزيدوا هذيا الكل في إطار توطيد العلاقة وتحسين العلاقة بالمواطن القضاء على الإجرام في الشارع التونسي والعنف والمخدرات والبارونات لقعدة ترتع عشرات السنوات في بلادنا يذور لي معز أنا الأوان للتصدي لكل أنواع الجريمة في بلادنا ما معنى أنا الأوان محمد يفترض أن الدولة تتحرك منذ سنوات في هذا الباب وفي هذا المجال ونقول كلام ربما لا يستسيغه البعض لكنها الحقيقة المواطن التونسي ما زال إلى اليوم وقلناها سابقا ما زال يتجنب الخروج ليلا سواء للبنات أو للأولاد أو للعائلات ونقولوا عنا مواضع سوداء في المدن الكبرى بين تونس ومن زرد وصفاقس وسوس وفي المدن الكبرى هناك تغلغوا للجريمة هناك تغلغوا للمخدرات هناك تسيب كبير وقلوا لك لماذا رغم المجهودات التي يبوذي لها ورغم ما يبذل المجهودات لأن الحقيقة يجب أن تقال ما زال المواطن التونسي لا يشعر بالأمن ترطيش يشعر بالأمن حين تتوقف السرقات برشوف أندي السرقات في موسم الزيتون الآن خوف في المناطق الفلاحية عملية التفاقم معناها مخيف جدا لعمليات النهب والسرقات للأغنام وللمزارعين وتعرف الظواهر هذه محمد وذكرها أحمد بن وابد في كتاب الإتحاف في الفترات التي اختل فيها التوازن ودخلت البلد تونس تورطت في أزمة سياسية واقتصادية عام 1864 قبل أشهر من ثورة عيب الغلام نفس هذه الظواهر تماما هناك انفلات هناك عصبات هناك عمليات سرقة الفقر يورد الجريمة التهميش يولد الجريمة البطالة تورد يعني المسألة ليست حل الأمنية فقط عندك أنت معناها التوسع كبير جدا للطبقات المفقرة وفي تونس معنا طبقة متوسطة لدينا أغلبية مفقرة تساوي 99.9% و0.01 هم أثرياء هذا ينعكس على ماذا؟ ينعكس آليا على الوضعية الجريمة في البلد واضح هذا رأيك نجيل كنتي بدردين الجامودي ذر لي الإنفلات الذي حدث في البلاد على امتداد سنوات اليوم نجنيه في المخلفات تنتيعه والمؤسسة الأمنية أمام تحدي كبير للقضاء على الجريم أنا في رأيك تم عدد أسباب لتفشي الجريمة خلال الفترة السابقة أولا ضعف الدولة وغيابها فترة من فترات إذا كان نشوفه هناك تواجد أمني مكثف في المدن الكبرى نحن عشت في الجهات الداخلية فراغ أمني واسع تمشي بستين سبعين كيلو متر بشوف دورية بتاع حرص أمامك الجانب الثاني العدة والعتاد التجهيزات ضعيفة جي نشوف معتهم دية مترمية الأطراف تغطى بمركز حرص فيه سيارة وحيدة لما تنقل السيارة إلى مركز الولايي بشتز كوريائي ولا تجيب حاجة من غادي ما ثم حد شيء وأعوان الأمن متحركوش كامل السيارة إضافة إلى العدد المحدود للأعوان إضافة العنصر آخر مهم وهذا نعيش فيه منذ سنوات وجود أعوان الأمن أصيلية المنطقة ما يخدمش الأمن لأنه بشيكون في حالة حرج أمام الأجوار والأهالي والأقارب وما يجبش يقدم خدمتهم كما يجب هذه السياسة يجب أن تراجع الجانب الرابع والمهم الأمر لا يستوجب الأعلان عن حملة أمنية يفترض أن مراكز الأمنية ونحييهم بالمناسبة على الدور اللي يقوموا به ولكن هذا الدور يجب أن يتعزز ويكونوا في حملة أمنية متواصلة والأمر هذا ما يتطلب لأنه وزير عفوا أن رئيس الدولة يعمل مجلس وزاري لهذا الغرض يفترض أن الأجهزة هذا هو دورها اليومي أنا قلت منذ بداية الحلقة اجتماعات متكررة تكيد تكون بصفة أسبوعية بين سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الداخلية والإطارات الأمنية العليا لإعادة الأمور إلى نصابة إنفلات صار على امتداد سنوات اليوم خليني نسل جوني بصراحة هل تلاحظ أنه فيما تحسن ولا لا هذا أكيد هذا ما ينكر إلا جاحد تم تحسن أمني مقارنة بالفترة 2010-2011 2012-2013 حتى الإرهاب كان يرتع في البلاد لا اليوم تم تحسن كبير ولكن هذا التحسن لا يرتقي إلى مستوى تحقيق الأمن والأمان لكل مواطن وخي ومعزي كان يذكر منذ حين تم عباد لا تخرج في الليل نعم لا تخرج في الليل المواطنين لا هم أمنين على ممتلكاتهم اليوم نتحكي على الزيتونة الزيتونة لا يقصوا فيه وتعرف الزيتونة السنة تتغلل بقرابة ألف دينار يمشي يقصها ويجمعها في الدار ويبيعها وهذا فيه خطر على حتى على جانب التنمي وعلى الاستقرار الاقتصادي لغاية ذلك أنا نشوف ضرورة تكثيف الانتدابات وتوسيع النسيج المؤسسات الأمنية الأمني في مختلف الجهات والالتفات للجهات الداخلية لأنها تعاني الأمرين وما ثماش فعلا نجم نأكد لثم فراء أمني خاصة في أرياف الجهات الداخلية وهذا يطلب لفتم السيد الرئيس وسيد وزير الداخلية وسيد آمر الحرص الوطني نحو تعزيز التواجد الأمني في الجهات معتا أنت تحكي على السيارات وتحكي على عتاد وتحكي على انتدابات هذا كل لازم معتا فلوس أنا نأكد لك التواجد الأمني عنده مرضوية اقتصادية الإيجابية لما توفر الأمن الاقتصاد باش ينمو المستثمر يفكر في الاستقرار ولكن فراغ الأمني تم خسار العوان لم يشعنوا في الطريق ماذا يسجوا في المحاضر؟ يدخلوا في الفلوس نجمو نأخذوا حتى أرقام موزارك المالية وموزارك الداخلية يدخلوا إذن ماش مشكلة في أن ينوسع في الانتدابات ماذا انتدابات؟ ماذا بدأ واضحين؟ المجال الوحيد الذي تم فيه الانتداب بعد 2011 إلى اليوم هي المؤسسة الأمنية حرص وشرطة وديوانة وسجون واستمرت سياسات الحكومة السابقة ارتفع عدد الأمنيين في وزارة الداخلية 2010-30 ألف الآن قرابة 100 ألف وجميع القطاعات توقف عنها الانتدابات وفي فترة مجافعة الإرهاب تم الترفيع في ميزانيات وزارة الداخلية إذا كانت كده في وزارة الداخلية تقوم صفقة في 2016 و2015 صفقة لشراء سيارات أمنية خاصة لا تستجيب للعمل داخل مدن وصفقة شابه الفساد أو أنك تتورط في صفقات تسلح في مستوى وزارة الداخلية في فترة السابقة وفيها ملفات فساد هاي الوزارة الوحيدة تمها فيها الانتداب وعندك 100 ألف وقتنا توقف الانتداب في التعليم وفي الصحة يعني في نظري في نظري أنا في نظري أنا سيبوزيدي رئيس الدولة قام بإعفاء بعض بعض القيادات في الأمنية العليا في مراكز حساسة وكان أجزر بالسيد رئيس الدولة أن يقوم بتعيين أشخاص آخرين لشغل هذه الخطط الحساسة في الدولة هذا ذكرناه في سياق الحديث عن حادثة فرار الإرهابيين من سجن المرنجية يجب أن تكون هناك إصلاحات لا يمكن نقول كل شيء الآن البحر ساكن والورود في كل مكان والسهور في كل مكان أنا فهمو شيء يقصر معز هو التغييرات الأمنية أو الإصلاحات يجب أن تكون دراستها من قبل ناس مختصين عامدة ألفين ضابطوا عليه أعراض ضابط رفقية في الفريق فما إدارة دي مشمولات إدارة هي اللي تنظر ذلك اللي ذكره معز هذا جانب ثاني ولكن هذا ما يتعرضش مع ضرورة تكثيف التواجد الأمني خاصة في الجهات الداخلية وحتى في الحياة الشعبية في المدن الكبرى واضح كلامك واضح باسطي وكذلك محمد أنطلق دائما بالترحم على أرواح شهداء فلسطين ونرجو الله أن ينصر وأهوان أترحم على شهداء الوطن شهداء المؤسسة العسكرية والأجنية ليقع نسيانهم في أربعتاش جانفي ألفين واربو عشرين عام السناء وقتل ثم ناس موجودة في سارع الحبيب بورغيبة وحتى حد ما ترحم على شهداء الوطن أولا نحن ما ننساوه شهداء الوطن وللتذكير أنا في الحلقة الفارتة الاستثنائية الخاصة بحادثة أربعتاش جانفي أنا أول من فمني ترحم على شهداء الوطن مؤسستتين الأمنية والعسكرية ثنين الدولة ما نساتش شهداء الضومة وعنها مؤسسة فيداء خير دليل على ذلك نتجاوز الموضوع إلى مسألة الجريمة في المجتمع التونسي منصوب الجريمة لا شك ولا اختلاف هذا يجمع لي فمني مع كامل فمني الشعب أنه فمني ارتفع بنسب فمني يعني خارقة للعادة وغير عادية يعني نسب فمني مهولة من 2010 أنا أحكيه وحد ياشخاص تم بعد الثورة فمني إلى يوم النازيات أنا الإشكال وين فمني اللي قلقني أنه نوعية الجريمة أنا شهدنا تحول في نوعية الجريمة سابقاً كان ناخذه مثلاً فمني البركاجات كانك يلقى ما عندك شيء فمني يتمثي في حال سبيلك اليوم أصبح المجرم فمني الذي يقترف فمني إذا ما يلقى عندك شيء فمني يعتدي عليك بالعنف المادي وقد يصل هذا إلى حد القتل هذا الإشكال فالأمر يستدعي دراسة فمني عميقة من عدة فمني جوانب لكن على مستوى الطاعات الأمني السيد رئيس الجمهورية توصلوا أصداء متع أني فمني الجرامر هي قاعدة فمني مع الترتفاع فمني سابق غير عادية وروفما مع التشكيات فمني من المواطن التونسي فمني نهاراً وليلاً ما كانش فمتي أنه يجتمع فمني بالمسؤولين الأمنيين من أجل التصدي لمثل هاتي الظاهرة وهاتي الظاهرة نعرفوا اللي هي تدخل ضمن الإطار الروتيني للعمل الأمني ما نستنى وش رئيس الجمهورية ولا وزير الداخلية بشعة التعليمات يعني الأسلاك الأمنية باش تتصدى الجريمة والجريمة نحكيوا علىها نا هي الجريمة في الفضاء العام الجريمة في الفضاء العام أسامة باش نصحوا الأمور ونخرجوش من الإطار رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبطبيعة الحال منذ تولير رئيسة الجمهورية قاعد يقوم باستماعات أسبوعية متواصلة يبشر الأمور الأمنية والاقتصادية وهذا حسب به يا برشا هو به تحسب لرئيس الجمهورية مش على خطر الوحدات الأمنية مش قاعدة تخدم هي تحسب لرئيس الجمهورية ولكن في نفس الوقت تطرح إشكال إذا كان أعلى هارم الدولة أصبعها يعني من أسبوع إلى آخر يراجع ملف معين اللي هو ملف روتيني يومي يراه هذا في السير مثل الأمني والقضاء يراه يومي مسألة الجرائم ونحكيه على الجرائم في الفضاء العام نحكيه وانا على النجد سمحني ما وصلنا إليه مسؤولية شكور هذا مسؤولية فمتي عشرية فاسدة فمني مسؤولية فمتي مسؤولية عشرية مسؤولية عشرية اليوم وقت اللي وحنا نوريه في الصور حملة أمنية في آآ المدن الكبرى نوريه في بعض صور الشرطة النجدة لقعدة تتعدى معايا وترافقني اسنوا رايك مع توقيت تلقى الأمن منتشر بالكثافة هذه وفي كامل مناطق الجمهورية نحكي على الشرطة وعلى حرص وعلى حتى الجيش الوطني المتواجد ومرابط على كامل الحدود والمنافذ البرية والبحرية بطبيعة مشهد مطمئن ولكنه زاد مستنزف للقدرات الأمنية فما مقاربة أخرى نشوف توا ونعاود في الميترو الميترو راهو فيها عباد عباية غير عادية غير عادية النشل سهل جدا النشل سهل جدا هنا نجي نشوف الوقت اللي نلقى الميترو وبدون مبالغة يتوصل يجي بعد ساعة ونص انت تعت تصور الكم منطاع البشرية اللي توقع تستنى وبعد ذلك كيفش يكون الميترو وهنا هذي فضاء للنشل ولا توجد حتى إمكانية لمراقبة من قطع تذكيراته وما لا بحكم الضغط فأنا نحب نطرح سؤال هنا للسيد وزير النقل ما معنى ساعة ونص الميترو ما يجيش السكة عندك اللي تبكي عليها الناس موجودة السكة موجودة باش تمشي تشري أربعة قاطرات متروات انت كمؤسسة برمشي كم ديها قبل ما تسأل وزير النقل الحالي لماذا لم تطرح سؤال على عشرات الوزراء الذين تحملوا المسئولية من 2011 لليوم ولا واحد فيهم خمم باش يشري قاطرات جديدة ولا يزيد حتى بولون وزراء العشرية السوداء لا نسألوهم لأنهم سواد في سواد ولكن نسألو هذا لأنه اليوم في عهد آخر بعد 25 جويلة يلزم ديناميكية يلزم رفلكس كبير ياسر عند وزير النقل شنو اللي حاشتي حاشتي بربعة متروات باش يولي المتروات باش يولي المتروات كل أربعة ساعة نمشي نكردي وكانت تطلبهم طيعتهم الكهيبة نتحرك التسكة موجودة إذا كان نلقى مشكلة متع السكة نخول لك صحيح تاخذ وقت أما الهلميات هذية متاع إصلاح النقل ودراسة لإصلاح النقل هالخورة فات هذو ما معاش دخلونا فيهم اشري متروات طيو يولي متروات جيكة باشاة وتخفف وهنا تخفف على الأمن تخليه يتلها بمأهم شابك المترو السريع اللي تم تشينها فيمني منذ وفيمني فترة وجيزة اليوم فيمني وينه خط فيمة بوغاتف برشلونة بوغاتف خلينا في الأمور الأمنية معز هو في الأمور الأمنية يجب أن ننتبه أولاً إلى مسألة الإنهيار الأخلاقي داخل المجتمع التونسي والإنهيار الأخلاقي والأخلاقة ومنظومة الأخلاق والفضيلة هي أفضل حارس لأمن المجتمع أن تقوم بتحطيم كل منظومة القيم الأخلاقية طيلة عقود مش عشرة سنوات تانية فقط تم تهديمها داخل المدارس وداخل المحاضن وداخل الروضات وداخل الجامعات وداخل الإدارة التونسية وداخل الأسرة وداخل الأسرة تم التفكيكها الأسرة التونسية وتم تحطيمها والآن نحكيه على مجتمع غارق في الجريمة وأكثر من هذا غارق في المخدرات ونعطيك أنا مثال بسيط باش نفهمك فما أزمة حتى الأمن نفسه يعاني من أزمة رغم العدد الكبير اللي عنده عندك الآن أنت قرابة ألفين ضابط سامي بلا وظيفة موجودين في الفريبو وش كان في الأمن في الأمن والحرص والديوان وموجودين ثم نزيدك مسألة ثانية التعينات هل تخضع لمبدأ الكفاءات الكفاءة والاقتدار أم تخضع لمبدأ الولاء نزيد قولك سي محمد البوزيدي إلا اليوم ما زالت التعينات تخضع لمبدأ الولاء رغم أن رئيس الجمهورية أصبح يحرس كثيرا وقد تدخل بنفسه في إعفاء بعض القيادات الأمنية في عملية استثنائية لماذا؟ لأنه لم يقتنع تردد رئيس الجمهورية اليوم في تعيين بعض الكفاءات الأمنية كخيادات جديدة سببه أنه فقد الثقة فيما يقترح عليك يقول هذا شو معناها؟ لا نقص شيء من القدرات الأمنية لم ينفيهم شرفاء وفيهم أبائنا وإخوتنا وأشقاءنا وعائلاتهم فماش عائلة تنسية ما تلقاش فيها أمني أو عسكري أو من الدولة فماش عائلة ونحن لا نعادي هذم ولكن ندعو إلى الإصلاح والإصلاح مش بالصور هذه يعني أنك تتحرك جماعيا برا أدخل الأحياء الشعبية في الليل وزور الأحياء الشعبية تهو تشوف المواضع هم بعد ما يخرجوا من الحملة هذه ويعود يرجع للمقر ويعود المجرمون وسفلت القوم والرعاع وقطاع الطرق واللي مارسوا في البركاج وهذا كله موجود في كل مكان ويجب أن أقول المسئولية من الأسرة إلى مختلف الوزارات إلى وزارة الداخلية ربما العبء الأكبر على وزارة الداخلية العبء الأكبر هو على وزارة الداخلية لكن الحاشة اللي رصدناها فرحم المواطنين والارتياح لهذه الحملات الأمنية لأنه التونسي اليوم ولا يشتاق إلى تنظيف المجتمع من الماريقين والخارجين عن القانون ويظهر لي سيل جمودي تسطرني الرأي في أنه خطوة إيجابية نبنيه بها لتحسين بلادنا اليوم لا شك في هذا كل حملة أمنية عندها مردودة إيجابية حتى على معنويات تونسي ونفسيته وتخليه يرتاح أكثر ولكن إذا كان الأسباب اللي تخلي أو الأسباب اللي تتقف وراء الانفلات الأمنية ما زالت قايمة رأينا من نجموش نطمانوا لمجرد تنظيم حملة أمنية قوية وصي الأمن توفر لكن في أرقام سمحني سيل جمودي في أرقام الأمور ماشية للأفضل ماشية للأحسن والله تتوى فما سرامة لحظنا أنه تتوى الأمن قاعد يخدم وكالتدخل والريع عن طالع الأحزاب اللي كان يصير قبل ما عادش هذا أكيد دائم الأحزاب وراء كل كارث أسي محمد هذا أكيد ولكن طالما معالج ناشر ملف التنموي أنا أرى البطالة تقف وراء نسبة كبيرة من الجريم يوجد رأوا يجوع ويوجدوا وفي حاجة يزنجوا يمدوا ويصرر